تبتدي بمواتش الأهلي مبارح وأداء باهت لنادي الأهلي أمام البنك الأهلي يمكن الأهلي متأثر بغيابات حمدي فاتحي وقليو ديانج وعمر السولية تشايف المواتش إزاي مبارح أنا أنا ما قدرش أقول أداء باهت بشكل كبير لكن يعني لو بصنا على سر المباراة فيه كتير من الفرص الضيعة فيه هدف مالغي لنادي الأهلي يمكن لو كان الهدف كان سجل أو احتسبه بشكل شرعي ممكن كان غير سيناريو المباراة بشكل كبير جدا أنت تخرج متقدم في الشوت الأول بهدف أعتقد كان هيفرق كتير جدا مع فريق الأهلي ومع بيتسو موسيماني في تغييراته في حساباته للمباراة لكن سير المباراة وكان فيه فرص ضائعة كتير الحقيقة برضو لفريق البنك الأهلي كان ممكن يحسن بها تقدمه في أكتر من مشهد من أو في أكتر من لقطة من المباراة لكن المباراة كانت سجل ما بين الفريقين في دقائل الأخيرة شفنا التراجع بين البنك الأهلي أعمل في الحفاظ على النقطة أو في الخروج بالنقطة دايما اللعب بأقصاد الأهلي والزمالك بيبقى اللعب يعني السعي الخطف نقطة أو ثلاثة إذا أمكن ده زي ما حصل مع الزمالك فيه المباراة المضاعتين أمام أمبي والخسارة 2-0 وأمام طلع الجيش والخسارة بهدف البنك الأهلي يمكن مش أول مرة حقق نتيجة جباية أقصاد الناد الأهلي يمكن كان تعادل قبل كده وقدر أنه يحقق نتيجة جباية في مباراة الأمس أيضا يعني بنشوف أن الناد الأهلي طبعا أكيد كان أفتقد عدة عناصر في مباراته أمام البنك الأهلي خاصة سلاثة خط الوسط عمرو السلية وآليو ديانك وحمد فاتح يعني عدد من النقاط كتبوا الخوف من الإصابات كان السبب الرئيسي النقص العددي كان السبب الرئيسي بتحليلك إيه؟ شايف إيه الأقرب يعني يعني هو بالتأكيد لازم هيبقى فيه غصب عن العيبة والجهاز الفني تفكير في النهاية الأفريقي تفكير في المبارات القادمة الجدل اللي أسير طول الفترة اللي فاتت على ملعب مبارات الوداد وإقامة المبارات في المغرب أعتقد كل ده كان له تأثير بشكل جبير جدا يمكن الجمهور بيقول دايما أنه أداء الأهلي جوه الدوري أو محلي يعني مختلف عن أفريقي شريف شفناه لسه جايب هدف قدام الوفاق ستيف وشفناه مبارح ضيع صحيح بتشوف له زي موثيماني عنده مشكلة محليا؟ يمكن عنده مشكلة محلية في أنه ما بيديش المباراة التركيز الأكبر زي ما بيتعامل مع المبارات الأفريقية المبارات الأفريقية بنشوف بيلعب على تفاصيل صغارة جدا إزاي أنه هو يستغل الصغارات الدفاعية في المنافسة إزاي أنه هو يحط المنافس تحت ضغط دايما ده ما بنشوفه فيه مبارات الدوري المصري ودايما بيدي المساحة ليه المنافس بتاعه وأنه هو يفرد أسلوبه عليه ده ما كناش بنشوفه كتير من النادي خاصة في مبارات الدوري اللي هو بيجيد التعامل معها دايما عارفين بطولة الدورة هي بطولة النفس الطويل وتجميع أكبر قدر من النقاط فعشان أوصل لده أو أن أنا أقدر حقق ده أتعامل مع كل المباراة بنفس السيناريو بأن أنا أفرد أسلوبي على المنافس أقدر حقق أسجل بدري أريح نفسي أقدر أن أنا أعمل التغييرات اللي تساعدني أن أنا أوصل سيطارتي في المباراة لكن ما شفناش ده شفنا الأهلي يعني بيفقد السيطرة على المباراة صحيح شكرا